أزمة اللاجئين السوريين مشاهدين في الاتحاد الأوروبي تدفع بعجلة التطبيع بين دمشق وبريكسل بعد 13 عاما من القطيعة ثمان دول أوروبية دعت في يوليو الماضي الاتحاد إلى مراجعة السياسة المعتمدة مع سوريا بسبب الأعداد الهائلة من اللاجئين القادمين منها الدول الثمانية قدمت ورقة تقترح التخلي عن اللاءات الثلاث المتعلقة بالعقوبات والتطبيع والإعمار وإعادة النظر في مبدأ استبعاد حكومة دمشق من عملية السلام الوثيقة المكونة من عشرة نقاط اقترحت على الاتحاد الأوروبي التفاعل مع التقارب بين الرئيس الأسد وجامعة الدول العربية وتعيين مبعوث خاص إلى دمشق وفيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في الماضي جاء في الورقة أنه لم يكن لها تأثير مطلوب وكان لها تأثير سلبي على عامة السكان أكثر من تأثيرها على صناع القرار وتشير الوثيقة إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا تؤدي إلى تفاقم تدفقات الهجرة إلى أوروبا مما يحتم على الاتحاد الأوروبي المساعدة في خلق ظروف معيشية إنسانية هناك لضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين ومن وجهة نظر المجموعة الأوروبية يمكن للدعم المقدم من القطاع الخاص أن يخلق فرص عمل وأفاق جديدة للأشخاص الراغبين في العودة إلى سوريا وتضم دول الأوروبية التي وقعت على الوثيقة كل من إيطاليا والنمسا إضافة إلى كرواتيا وجمهورية تشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا فيما رفضت ألمانيا الانضمام وكانت إيطاليا قد قررت في أواخر يوليو الماضي تعيين سفير في سوريا كأول دولة من مجموعة السبعة التي تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر